نوردين تهامي مكلف بالإعلام لدى الديوان الوطني للثقافة والإعلام بوهران سباحك سعيد مرحبا بك صباح خير لأخت سعاد وشكرا على الاستضافة هذه من طرف التلفزيون العمومي الجزائري الذي هو دائما صاهر وحاضر في جميع التغذيات هنا بوهران وشكرا أيضا للديوان الوطني للثقافة والإعلام اللي حاضر في كل المناسبات وخصوصا موسم الاستياف اللي كان عنده برنامج خاص في هذا السنة شاء الله نعم الديوان الوطني للثقافة والإعلام سطر برنامج صيفي تحت عنوان ليالي صيف وهران 2023 هنا بوهران قاعة المغرب والبداية كانت الأسبوع الفارض كانت مع الشابة الزهوانية ودي جي مولاي والفكاهي حميد والحلو أيضا في اليوم الثاني كان هناك حفل فني أحياها كما قولوا احنا فنانين جيل الفين كان هناك المغني شاب قادر وشاب ردوان وأيضا الشاب حسني صغير أيضا أطراب وأمتع الجمهور الحاضر خصوصا وأن مدينة وهران في هذه الصائفة تحتضل عدد كبير من الزوار والسياح أيضا هي فرصة للترويج والاستمتاع بصهارات فنية ومازال البرنامج متواصل؟ نعم البرنامج الفني متواصل هو كل يوم خميس وجمعة بداية من الساعة العاشرة ليلا وكيفاش كان الإقبال الجمهور؟ كان إقبال جماهيري مميز جمهور دوق وأيضا الجمهور الحاضر كان حاب يستمتع ويرفع عن نفس خصوصا في هذا موسم الاستياف حتى يتعرف الجمهور على البرنامج يعني كل نهاية أسبوع يتواصل عبر صفحة أكيد؟ نعم البرنامج صهارة فنية لهذه الأسبوع سيكون يوم الخامس سيحييه كل من فرقة زريب وأيضا فرقة بابيلون كما فرقة فنية معروفة أيضا في يوم الجمعة سيكون هناك مئة صهرة ستكون للأغنية الرائوية سيحييه كل من شاب زاكي وشاب أمين ترونتيان وأيضا الفنان ناني يعني هناك مزج ما بين القديم والجديد جميل جميل أيضا بالنسبة لمهرجان الموسيقى صيف الموسيقى بالكازيف أيضا عنده وقع خاص والجمهور الجزائري ينتظر كل سنة نعم هي الكازيف صهارة كانت بدات لكن مهرجان الصيف الموسيقي سيحتضن عورط فنية كبرى بالكازيف والبداية ستكون مع فرقة الوين بي الأوركاستر ناسيونال دوباغباس الافتتاح وانت رح يكون يوم 22 ستكون أسماء فنية لامعة في الساحة الدولية ما قولوش غير جزائرية أيضا الجزائر العاصمة تعرف ازدحام وعدد كبير من السياح والزوار للعاصمة اللي هي فرصة باش يستمتعوا أجمل أوقات وأبرز الفنانين حتى الجمهور يكون على علم نقول على تعويات التي تحتضنهم قاعة المغرب هنا بوهران ستكون الفنان ياسمين عماري أيضا حاضرة معنا والفنان الشاب حوسام أيضا الممثل الفوكاهي محمد خاساني وغيرها من أسماء الفنية يعني سيكون هناك مجز ما بين الفن والفوكاهة جميل بالإضافة إلى هذا هناك برنامج أو نشطات أخرى الديوان الوطني نعم الديوان الوطني هو نشط على مدرسانة يعني بعد ليلي سيف وهران سيكون هناك أيضا دخول مدرسي أيضا يكون هناك مسرحة دفل عروض سينيما وغيرها من النشاطات التقافية وبالنسبة للكازيف كنت قلت للإفتتاح رح يعرف أيضا أسماء لمعا يعني هناك أسماء أخرى رح تكون حاضرة في المهرجان الكازيف نعم هي أسماء ستكون حاضرة سيكون هناك فنان أغنية القابائلية تكفاري ناس وأيضا الفنان الشاب جاليل بارير مو وغيرها من الأسماء هي البرامج ستوبت على موقع الديوان الوطني التقافية والإعلام دون كل جمهور اللي حاب يروح للكازيف وليجي المغرب ما عليه إلا إطلاع على صفحة الديوان الوطني التقافية والإعلام صفحة فيها البرنامج كامل نعم وصفحة خاصة بوهران بوهران أو الوفيس ناتيونال للكوتير للفورماسيون تنشر فيها كل البرامج يعني كل أسبوع واش ما يكون برنامج يكون منشور صفحة التواصل الاجتماعي وبتسبة لي اقتناء التذاكر يكون عبر الصفحة أم في اليوم نفسه تذاكر هي موجودة في شبك قاعة المغرب أو في الكازيف نعم في إضافة أخرى ليه شكرا إذن شكرا لك سيد نوردين تهامي مكلف بالإعلام للديوان الوطني التقاف والإعلام بوهران شكرا على حضركم على اليوم وعلى كل هذه المعطايات شكرا لكم على الاستضافة وبرك الله فيكم شكرا لك إذن كان هذا بالنسبة لبرنامج الديوان الوطني التقاف والإعلام بوهران كل أسبوع أو كل نهاية أسبوع هناك حفلات فنية اللي مهتم أنه وخصوصا الزوار والسياح لموجودين في ولاية وهران وأيضا السكان الولاي المهتمين بالبرنامج أو بأسهارات الفنية معنى هم إلا يطلعوا عبر صفحة الديوان الوطني التقاف والإعلام وأيضا مهرجا الكازيف اللي رح يكون في 22 نقود من الشهر الجاري إذن نروح الآن إلى فاصل غنائي ولنا عودة بعد ذلك ترجمة نانسي قنقر